قامت عناصر المركز البحري للدرك الملكي بإنقاذ أحد الأشخاص ممن كانوا على متن إحدى دراجات جيتسكي المختفية وانتشاج جثة شخص آخر مصابة بخنص طلقات نارية على مستوى البطن والصدر صادرة عن عناصر جزائرية فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي المفقودين وحسب نفس المصادر فأحداث هذه الواقعة تعود إلى اتفاق أربعة أشخاص من أجل استجمام وخوض مغامرة الولوج إلى عرض البحر بواسطة دراجة مائية وحين قرروا العودة إلى ميناء مارينة السعيدية تاهوا في عرض البحر ودخلوا المياه الجزائرية قبل أن يتعرضوا لإطلاق نار قادم عليهم من جزائر